الحقيقة دي في النهاردة واحد من اللعيبة المميزة دوليا مع المنتخب ومحليا مع النادي الاهلي صاحب رحلة احتراف مميزة جدا في النهاردة واحد من اللعيبة المميزة اللي كانت سبب في سعادة جماهير الاهلي الحقيقة كان نفسها انه ينضم للنادي قبل كده بكتير لدرجة انه لما انتقل للاهلي هتفوله في المدرجات في اول مباراة لي مع الفريق ياسر رضوان فينك من زوان مقناور جدا يا كابتن ياسر منوارنا في استوديو السادسة طبعا مشكرك جدا يا سر على المقدمة الرائعة دي وساعدنا أنا موجود معاك واتمنى لكو طيب من التوفيق والنجاح بإذن الله كابتن يعني مش هينفع بقى ان احنا ما نبدأش بلادية المحلة كده نبدأ من البداية من الاول خالص قبل ما نروح النادي الاهلي وانجازات حضرتك مع المنتخب نبدأ كده بدايتك مع الكورة بداية طبعا زمع كلنا سمعنا كده ان هي كده بداية كده في المدرسة كان عندنا مدار السربية رضية والكابتن محمد محيسن ده كان شغال في نادل البلدية هو شافني وقال لي ممكن تيجي وبتاع ومش عارف ايه فقالت له ان شاء الله فحاولت ان انا اروح مرة في التانية فالناس قالوا لا انت يريد تبقى كويس نأيدك وكده يعني وبدأت بقى مشواري من الناشئين بلدية المحل لحد ما صعدت صعدت فريق اول مع كابتن احمد شعراوي وصعدنا من ممتاز بالممتاز سنت واحد والسيد ده كانت بداية بقى الانطلاق الحقيقي يعني وبعد كده لقبت خمس ست سنين في نادل البلدية دوره ممتاز غير السنة اللي هي ممتاز به وسنتين ناشئية لعبت ست سنين لعبت منتخب مصر وانا في البلدية لعبت اول بطولة امم مالية سنة ستة وتسعين مع مستر روت كورول لكن اول واحد ضمني لمنتخب هو طبعا كابتن الكبير والعظيم الكابتن محسن صالح هو ده اول حد جابني ممكن انا قابلته من فترة قريبة جدا من حوالي اسبوعين وكنا بنتنقش انه هو كان الكابتن زكريا ناصف موجود وفق بيقول لي التفاكل لما جبتك المنتخب اول مرة ومش عارف ايه طبعا والمهما عادنا نتذكر بعد الزكريات مع الكابتن محسن خدت احسن باكرات في البطولة من بعدها بقى جاء عقد الاحتراف يعني كان عندنا مستر هانزي شمت ده كان مدرب نادل بلدية فترة من الفترات وكان بعتلي دعوة قبل كده قبل ما اخش قبل ما انضم للمنتخب لكن انا ايه يعني بصراحة كان منتخب مصر بالنسبة لي كان حاجة تانية خالص ان انا لازم الاول لعب منتخب مصر ده كان كل تموح ان انا لعب منتخب مصر ستة وتسعين خدت احسن باكي مين يا كابتن اه تمام عايزين بس تذكريات كده بطول ستة وتسعين بطول ستة وتسعين لعبنا اول مباراة تقريبا مع انجولة او مش فاكري مين بالزبط يعني المباراة دي انا عملت هدفين لكابتن احمد الكاس ويمكن هي دي كانت فعلا اللي خليتني سمعت طول البطولة اول مباراة